بدعم من حكومة إقليم كردستان وبتمثيل رسمي رفيع للسلطات التنفيذية والتشريعية الرسمية والقوى والأحزاب السياسية انطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي للعبادة الجماعية للكرد الفيليين احتفاء بذكرى الجريمة التي ارتكبها النظام السابق نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم وتستمر أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بهدف التعريف بجوانب جريمة الإبادة الجماعية ودراستها وتوثيقها وتسليط الضوء عليها في مختلف الاختصاصات العلمية وحث الباحثين على دراسة جوانبها الزعيم الكردي مسعود بارزاني أكد خلال مشاركته في المؤتمر على منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل والعمل على منح الكرد الفيليين تعويضا عادلا ماديا ومعنويا واشدد على إعادة حقوقهم مأساة والإبادة الجماعية للفيليين هي حلقة في سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كردستان وكلنا شاهدنا أيضا ما تعرض له اليزديون من كارثة من إبادة جماعية فاقد كل التصورات الخطوات والكلمات لا تكفي بل يجب البحث عن كل السبل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب وخلال كلمة ألقاها أكد حرص مجلس النواب على تشريع القوانين الضامنة لحقوق المكونات العراقية من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار أدعو الحكومة العراقية إلى تفعيل قرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السلبية الناتجة من قرارات النظام البائد بحقوق الكرد الفيليين كأسقاط الجنسية العراقية ومصادرة أموالهم المنقولة والغير منقولة وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول عام 2010 قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكرد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام ذاته عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القصري للفيليين جريمة إبادة جماعية